السائل يقول هذه الآية قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله المتصوف قالوا إن الله تعالى في كل مكان وما هو الجواب على هذه الشبهة أولا الآية لا تدل على أن الله تعالى في كل مكان ولكن الصوفية وغير من أهل البدع أصل الناس فهم سقيم وعقائدهم عقائد منحرفة الآية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله لم تقل الآية وهو الذي في السماء وفي الأرض لا قال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله بمعنى أنه تعالى في السماء إله أي معبود وفي الأرض إله أي معبود لأنه كلمة إله في اللغة صمعنا المعبود فلما قال وهو الذي في السماء إله أي هو معبود من في السماء الملائكة يعبد الله سبحانه وتعالى وفي الأرض إله أي هو معبود من في الأرض يعبد من في الأرض من بعض الجن وبعض الإنس والمخلوقات التي تسبح المولى سبحانه وتعالى إذن يبقى يقول أنه معنى شنو؟ في السماء إله أي في السماء معبود وفي الأرض إله أي في الأرض معبود يبقى ما عندها أي علاقة بالعقيدة الجهمية إنه الله في السماء وفي الأرض كله لا ما معنى كده دي ما بتتكلم عن الذات إنه ما بتتكلم عن أنه في السماء معبود وفي الأرض معبود وده تفسير ابن كثير وغير من التفاصيل المعتبرة كالتفسير الإمام الطبري وغيره من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا جيدا لدي لحزة